في حكاية تانية كنت سايبها كده ايه اداردش فيها معاكم على روائق ما اتكلمتش فيها مبارح وما اتكلمتش فيها حتى في مباراة العين لاعب ما خدش حقه مني شخصيا على قل يعني خد من ناس كتيرا بس مني انا شخصيا ما خدش حقه في الاشهادة بس الاشهادة بتاعت النهاردة لطاهر محمد طاهر لها شكل مختلف لها شكل مختلف طاهر في فبراير الماضي يعني من تسع شهور كان الاهلي بيلعب مع بلدية المحلة وبكى طاهر محمد طاهر وهو قاعد عالدكة والاهلي بيخلص تغيراته ومرسل كولر ما بيشاركوش في المباراة وقلت ساعتها انه طاهر محمد طاهر اثر في حق نفسه فنيا وليس اخلاقيا يعني طاهر ما تدارش تقول وقتها انه كان عامل مشاكل او عامل ازمات او مثلا حياته الخارجية سيئة فمش بيلعب لا اثر في التطور اثر في الحفاظ على مكانه الاساسي في الفريق وبالتالي يفضل عالدكة وقلت ساعتها انه بقيد طاهر يرجع تاني اساسي في النادي الاهلي طاهر رجع اساسي ومدهش ومبهر مع النادي الاهلي على بيرستاو وعلى ريدا سليم الاتنين اللي كانوا بيلعبوا مكانه السنة اللي فات بأداء مميز جدا وراع جدا دفاعيا وهجوميا وبالمناسبة طاهر كان على وشك الخروج من النادي الاهلي بعد نهاية الموسم الماضي كان على وشك الخروج وبالمناسبة كانت الفكرة انه طاهر يروح نادي زد والاهلي ياخد عبد الرحمن البنوبي وزيكه مكان طاهر محمد طاهر والامور دي كانت خلصانة والاتفاقات كانت خلصانة اللي وقف في الحكاية دي مارسل كولر وقال لا رغم كل شيء طاهر بالنسبة لي لعب مهم جدا واهم من الاتنين اللعيبة بتعزد اللي هم كويسين طبعا بس هو شايف انه طاهر مفيد جدا بالنسبة له وشفنا ده في المبارات السيراميكا وشفنا ده في مبارات العين طاهر قد ايه مفيد دفاعيا وهجوميا جناح عصري جدا تعالى وريك احصائيات لطاهر محمد طاهر الموسم اللي فات كيتعامل ازاي وبعد كده هوريك انا قلت ايه عن طاهر شهر فبراير اللي فات طاهر محمد طاهر الموسم اللي فات لعب 37 مباراة جاب جولين بس وصنع 6 اهداف وعمل 5 تأميرات مفتاحية لقى التأميرات اللي يعني بتصنع فرص او يعني ممكن تبقى فرص الموسم الحالي بقى لعب 6 مباراة بس بس جاب 4 اهداف وصنع هدف وعمل 7 تأميرات مفتاحية دي نسخ الطاهر محمد طاهر الموسم الجديد في 6 مباريات فقط عمل افضل من كل مباريات اللي هي حاجة و 30 مباراة السنة اللي فات او الموسم